موسيقى مساء الخير مرة تانية نهاردة انا يعني بحل ضيفة برضو على يوم السبت مكاننا زميلي العزيز يوسف وكلنا ما زلنا بنتسئل نفس السؤال اللي كلنا لسه بنقول انا كل يوم انا شخصيا لما ببقى موجودة في اي مكان بتسئل هو فين استاذ وال وبتسئل السؤال ده من غير ما بتفاجئ لاني عرفة قدر المحبة لهذا الرجل فمازلنا بنقول استاذ وائل الابراشي ان احنا موجودين مكانك لحد ما ترجع بسلامة وانه مكانك موجود حجم المحبة لهذا الرجل يمكن اكبر بكتير مما هو يتوقع كل يوم بتسئل على استاذ وائل الابراشي ان شاء الله يرجع في قرب وقت بألف سلامة انا نهاردة معاكم مكاننا زميلي العزيز يوسف برضو هو كمان حق ياخد اجازة لبعض الوقت النهاردة وزي العادة كنت بتكلم حالا مع زميلي عن الاولمبياد زي العادة اي خبر وعنوان بيتاخد ويكتزق ويتحول الى السباق كبير في مش عايزة اقول طرح الاراء بس هو في المزايدة في طرح الاراء فكان بسرعة يعني كان فيه ملامة شديدة لبعض الالعاب الفردية اللي حصل فيها او حصل فيها نتائج اقل مما توقعنا الحقيقة انه نفسي قبل ما نبتدي كمان نتكلم النهاردة عن التفاصيل الجميلة الجميلة اللي هنلاقيها على مدار الايام اللي جاية نفكر مع بعض انه اذا كنت بتحاسب بطل اجتهد وتعب وتدرب واشتغل وعمل شغل كبير جدا جدا عشان يوصل للأولمبياد ففيه معلومة مهمة جدا نهاردة لفتت ناصر ان الوصول للأولمبياد في حد ذاته بيستلزم انه البطل ده يكون تدرب على مدار سنوات واخد مراكز على مستوى دولته واحيانا مراكز على مستوى القارة الأولمبياد واحدة من البطولات الاستثنائية لازم اللعبة عشان يكون الشخص يقدر يدخل الأولمبياد تبقى بتتلعب في 75 دولة على الألف أربع قارات على الأول فتبقى لعبة عالمية ويبقوا الأبطال دول مصنفين عالميا تاني هنرجع نقول كل الدعم لأبطالنا اللي موجودين في الأولمبياد لحد ما يرجعوا بألف سلمة ويحققوا مدليات واذا كان فيه محاسبة يبقى المحاسبة ل ازاي ندعمهم اكتر وازاي نساعدهم اكتر بعتقد انه اكتر وقت اي شخص فينا اي شخص شاطر طبعا يعني فيش دعم لحد من شاطر لكن اي شخص شاطر الدعم هو بيبقى محتاجه في اوقات الضعف او اوقات الاخفاق احيانا وهي جزء طبيعي من مسيرة اي شخص مقتهد في الحياة فكل توفيق لهم النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان فيه اجتماع اعتقد انه يهم كتير من المتابعين لأعمال التطوير والانشاءات في المدن الجديدة لانه كلنا بنتابع كل يوم وبنترقب بشكل كبير اخبار عاصمة الادراء ايه اخبار المدن الجديدة ايه النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع اللوى اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية القوات المسلحة وكان لمتابعة الموقف الانشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية زي ما كنت بقول لحضراتكم بالطبع على او في مقدمتها العاصمة الادارية الجديدة الحي الدبلوماسي ومقر المنظمات الدولية النهاردة ليه الحي الدبلوماسي لانه طبعا زي ما حضراتكم عارفين اول فئة هيتم انتقالها للعاصمة الادارية هي الادارات مجلس النواب الوزارات فطبيعة الحال دي الاحياء الاولى لمن المهم جدا انه كل الاعمال الانشائية انتهت فيها ودي اللي بطبيعة الحال بتشجع بقية الناس انها تتحرق وتخرج برا زحمة القاهرة اللي هنسيبها جميلة وهنسيبها مزار سياحي وهتفضل القاهرة عامرة بأهلها بس بشكل اجمل بكتير من الزحمة اللي احنا عملنا فيها نهاردة كمان تم عرض الموقف التنفيذي للقيادة الاستراتيجية ومحطات الوقود المتكملة فضلا عن مسجد مصر وما يضم من قاعات زي قاعة المقتنيات بدار القرآن الكريم والمخطط العام الاستراتيجي للمركز الدولي للمعارض كل الحاجات دي موجودة في العاصمة الادارية المكان اللي اعتقد انه ده كان في البداية هو حلم للرئيس عبدالفتاح السيسي نافذة جديدة لمصر ومستوى جديد للتعامل والحكومة الذكية في مصر انها تكون ممكنة بأدوات وبنية تحتية تمكنها انها تكون حكومة ذكية حقيقة وتحول الى حلم جماعي بصراحة لاننا نشوف النقلة دي تعالوا شوف مع بعض اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء اركان حرب ايها بلفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء دكتور اشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع ابداع للرخام والجرانيت والمهندس احمد فايز استشاري مشروع مسجد مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها العاصمة الارارية الجديدة خاصة الحياة الدبلوماسية ومقر المنظمات الدولية كما تم عرض الموقف التنفيذي لكل من القيادة الاستراتيجية ومحطات الوقود المتكاملة فضلا عن مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة مقتنيات بدار القرآن الكريم وكذلك المخطط العام الاستراتيجي للمركز الدولي للمعارض وقد وجه السيد الرئيس بانشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الامم المتحدة وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة عالميا وليصبح احدى الايقونات المتميزة للحي الدبلوماسي بجانب مقار السفارات والاحياء السكنية الدبلوماسية والتي سيتوفر لها كافة المنشآت الخدمية والطرفيهية والمتنزهات والحضائق والمدارس الدولية ودور العبادة كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الانشائية القومية خاصة مشروعات الطرق والمحاور بما فيها تطوير طريق الاسماعيلية الزراعية شرق طرعة الاسماعيلية من الطريق الدائرية حتى الطريق الدائرية الاوسطية الى جانب الموقف التنفيذي لمحور منفلوت في الصعيد والذي سيمثل احد المحاور الجديدة المهمة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التي تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل كما تم استعرض سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات واضرحة البيت خاصة اضرحة السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين حيث وجه السيد الرئيس بان يتم تطوير هذه الاضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارفة معمارية راقية وغنية تماشيا مع الطبع التاريخي والروحاني للاضرحة والمقامات وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع كما تم عرض الموقف التنفيذي لتطوير مجمع الورش الحرفية في منطقة الدويقة حيث وجه السيد الرئيس بمراعة توسيع عرض الطرق الداخلية داخل المجمع لاستيعاب حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية فضلا عن زيادة الوحدات المخصصة بالمنطقة السكنية للمجمع عودة للأولمبياد ونحن نرى فتاتها الأولمبياد كان من المنتخبات الجميلة والمبهرة في شكل الزي بتاعها المنتخب أو البعثة التونسية في الأولمبياد وتونس فرحتنا مش بس بالزي الجميل لكن كمان بأول ميدالية عربية للاعب تايقوندو التونسي محمد الجندوبي اللي حصد النهاردة أول ميدالية في أولمبياد توكيو 2020 بالمناسبة هي توكيو 2020 لأنها مؤجلة من السنة اللي فاتت الجندوبي اللي عمره 19 سنة حصل على الميدالية الفضية بعد خسرته أمام الإيطالي فيتو دياكلا في المباراة النهائية لمنافسات التايقوندو تأهل بعد فوزه على جانج جون أو جانج جون بطل كوريا الجنوبية خلال المنافسات اللي كانت منعقدة منافسات نصف النهائي للتايقوندو لوزن أقل من 58 كيلو جرام في اليوم الأول من أولمبياد توكيو هتلاقوا أنه كده بسرعة أنه الميداليات بيتم حصدها لأنه فيه تصفيات بتحصل بشكل دوري في جميع اللعبات في 2018 الجندوبي فاز بواحدة برضو بميدالية برونزية لوزن 48 كيلو جرام في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب اللي أقيمت في بيونس آيرس في الأرجنتين وكمان ليه تاريخ من الميداليات ميدالية ذهبية لدورة الألعاب الأفريقية في 2019 اللي أقيمت في العاصمة المغربية رباط وفي نفس السنة حصد ميدالية ذهبية في البطولة الأفريقية للتايكوندو اللي وزن 58 كيلو جرام ليه جميل أنه نتكلم عن اللاعب التونسي اللي حقق النهاردة انتصار عظيم وميدالية فضية ليه جميل أنه نقول سيرته الذاتية وتاريخه الحافل من البطولات مهم أنه نعمل ده عشان نفتكر وإحنا من التاريق على أي لاعب مصري أو غير مصري خرج أو تصنيفه قليل أو تصنيفه كبير أعرف أنه أقل بطل من دول تاريخه حافل بالنجاحات فمن العيب من العار الحقيقة أنه نختزل تاريخ شخص مجتهد وبالمناسبة إحنا أبطالنا بالذات إحنا عارفين هم قد إيه مجتهدين بشكل شخصي وأنه كل الفضل يرجع لبيوتهم ولعائلاتهم ولأسارهم اللي دعمتهم ووصلتهم لحد الأولمبياد قبل أن يكون فضل كمان طبعا المؤسسات الدولة المختلفة اللي دورها أنها تعمل ده لكن إحنا عارفين أنه في الألعاب الفردية قد إيه التحدي كبير لما بقرأ سيرة أو تاريخ لواحد من الأبطال بحس أنه عيب قوي أنه إحنا نعنفه أو نتنمر عليه حملات تنمر شديدة على لعب أخفق في مرة حقيقة هيفضلوا أبطال وبناسبة الأبطال إحنا في فريق كده إحنا عارفين إنه هم الأبطال بتوعنا إنه هو اللي رفعين رأسنا طول الوقت لدرجة أنه في فترات هتلاقي أنه في كل انتصار ليهم اللعبة دي تتحول إلى لعبة شعبية والأطفال يحبوا يلعبوها حتى في الشارع طبعا أنتوا عرفتوا وبتكلم عن مين منتخب المصري لكرة اليد لحق النهاردة انتصار مهم في مبارياته اللي كانت فيه افتتاح دورة الألعاب العليمبية في توكيو النهاردة النهاردة كانت النتيجة بصراحة وقعت قلبين لأنه النتيجة لحد آخر وقت مكتش حسمت كانت سبعة وثلاثين وحتلاثين على نظيره البرتغالي ودي منافسات المجموعة التانية وبكده الفريق المصري بتصدر المجموعة مجموعتنا بقى فيها مين فيها السويد والدانيمورك واليابان والبحرين بالإضافة لمصر والبرتغال أعتقد أنه بتجاوز الفريق الصعب اللي هو البرتغالي يعتبر أنه مصر قريبة جدا من أنها توصل لربع النهائي في البطولة وتتأهل أنها تواجه الدانيمورك المباراة اللي جاية يوم الاثنين بطبيعة الحال اليد السكواش فيه كده رياضات إحنا عارفين أنها بتاعتنا حبيبتنا يعني فخلونا نسمع أكتر من المهانس شام ناصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أهلا بحضرتك ومبروك الله يبارك بحضرتك مبروك هنا والمصر كلها وإن شاء الله نكون زي ما حضرتك قلت سبب إسعاد للجمائين المصرية وللشعب المصري لا وانتوا دايما بصراحة أنا كل ما بشوف الفريق بقعد أقول وإحنا ليه ما بفرجش على كرة اليد طول السنة لكن إحنا عايزين بس بمجهوداتكو كده المرات دي بعد ما تحقق قولنا فوز كبير نرجع نخلي اللعبة دي لعبة مصرية شعبية وعدد أكبر من ناس يحبوها إن شاء الله ده إحنا عندنا حدف كبير للموضوع ده وإن إحنا نوصل بكرة اليد إنها تبقى اللعبة الشعبية التانية أكيد بازلنا مجهود كبير جدا عشان نوصل بالمرحلة اللي إحنا فيها ده بتديد وطبعا ده بمجهود وتخطيط طويل الأجل كان من السمار بتاعته سواء على مستوى النشئين أو الكبار نتائج الحمد لله أكثر من الرائعة يارب إن شاء الله يتواجه في الأولمبياد بأفضل نتيجة أنا دايما يعني بدأ متحفظ شوية في طموحاتي بحيث إن إحنا نوصل دايما لأبعد نقطة ممكنة في الأولمبياد إحنا كنا في كاس العالم خلاص قربنا نلمس المنطة لكن الحمد لله الأداء كان أكثر من رائع لكن لأنها لعبة ولأنه ده متوقع ولأنه إحنا وقتها كمان كنا في ظهر الفريل لأنه شفنا أداء بطولي الحقيقة بالضبط الدولة كلها بصراحة بكل جناداتها سواء من الشعب أو من الحكومة مؤسسة في وزارة الرياضة ودعم الرئيس الفيسي لنا بصراحة لما بعت لنا رسالتين أول مرة تحصل بطريق إن رئيس الدولة يبعت رسالتين لفرقة واحدة أثناء بطولة وده دليل على الحمد لله الأولاد كنا عم بين شو كويس جدا أتمنى أنه ده يتكرر إن شاء الله في الأولمبياد إن شاء الله يعني إجابة جميلة ومريحة أعتقد مريحة لنا وليهم أحدك بتقول لنحنا نوصل لأبعد نقطة مش لازم نبقى بنوعد بوعود كبيرة ولو إنه وإنته أدى إن شاء الله أنا رأيي شخصي إحنا عندنا ثلاث محطات مؤمنين كان من أخطرهم في الثلاث محطات دول البرتغال مثلا؟ البرتغال كان عامل مفاجأة في طولة أوروبا ومستوى رائع كنك إنك تكسبهم بهذا الفارق ويعني بالمستوى الرائع أنا شخصيا كلاعب حندقول صادق كنت مبسوط جدا من أداء المنتخد حاجة أكثر من رائعة فعلا بقى بنلعب كرة جادة حديثة جدا 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 فالحمد لله وصلنا لهذا المستوى وده يخليني أسأل حضرتك عن مقابلتنا مع الدانمورك وإحنا خرجنا من الدور روبانهي أمام الدانمورك برضو في كاس العالم في رهبة أو في تخوف ولا لا؟ لا إحنا وصلنا بقى لمرحلة في الأداء إن ما بقاش عندنا رهبة من الفرق الكبيرة حضرتك شوفت مقش الدانمورك اللي كان في البطولة ومقش السويد برضو كان دول قنم الفرقتين الوحيدين اللي كسبونا في بطولة كاس العالم هم اللي لعبوا الفاينال لعبوا الفاينال كاس العالم فما بقاش عندنا الرهبة دي الحمد لله لكن إحنا كل ما ده وبنتعلم دايما كنا بننصح اللعيبة بتاعتنا إن يركزوا في العشر دقايق الأخيرة ولازم تبتلوا أقصى مجهود دلوقتي النصيحة ما بقتش كده مش عشر دقايق دلآخر ثانية في المباراة لازم يكون التركيز عالي وكرة واحدة تبعبك عن المداليا وكرة واحدة هي اللي تقربك فلازم نسبة التركيز تبع عالي على طول غاية آخر ديها في المباراة لكن الثلاث محطات اللي أنا بتتكلم عليهم هي البرتغال واليابان والبحرين الثلاث ماتشات دول لو كسبناهم دمنا إن إحنا نروح للدور اللي بعد كده لكن كل ماتش بنكسبه إحنا لو كسبنا اتنين هندخل كرابع كسبنا تلاتة نخش كثالث كسبنا أكتر كل ما نطلع في الترتيب بتاع دوري المجموعات لليفل أعلى من الناحية التانية هتلاعب الفرقة الأضعف لكن كل ما الترتيبك اتأخر هتلاعب الفرقة الأخوة فهم الولاد مذكرين هذا الكلام وأتوقع إن شاء الله أن هم هيرسطوا المصريين إن شاء الله كالعاد أنا متأكدة وأي نتيجة حققها رجالتنا في كرة اليد هتبقى زي ما حدثتك قلت نتيجة مفرحة بس إحنا متوقع لهم حاجة كبيرة المرات بس دكتور شير بسرعة عايزة أسأل حدثك بشماندس على كم في المية من اللاعبين هم اللاعبين اللي كانوا في بطولة العالم لكرة اليد مية في المية مية في المية يعني هو نفس الخريق حتى بالمناسبة إحنا حبناهم وعرفناهم وحفزنا عساميهم ده الدول أقل لأن الأولمبياد بعدد اللاعبين المسجلين 14 لعب فقط في كاس العالم بيبغوا 18 فيه 4 مرحوش لأن ده السيستم بتاع الأولمبياد أنت بتروح بعدد أقل فيه لعبة كمان اشتركوا في كاس العالم مرحوش الأولمبياد لكن البركة في الموجودين البركة فيكم وإن شاء الله تتحققوا فوز مستحقة بشكرك شكرا جزيلا لمهانسة الشامنص رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد فيه ناس كده تفرح بالمناسبة يعني كتير من الأهالي حسوا بغيرة أنتوا عارفين أن الأهالي دلوقتي تغيروا نتغيرنا قوي عن زمان يعني كان زمان الأهل يقولك نعايز بني يطلع دكتور ومهندس والكلام القديم ده تغير تماما فيه دلوقتي أب وأم يقولك لا أنا عايز أركز في الرياضة وعايز بني يطلع بطل في الرياضة ما في الأغلب بيعايزوا تلع بطل كورة عشان هو شايف أنه بيكسب كتير لكن على كل حال فيه أهالي كتير أو فيه أولياء أمور كتير شايفين أنه ما صار الرياضة في حد داته ده نجاح كبير قوي في حياة أي شاب ومعظمهم بيبقوا ناكحين في حياتهم كمان العلمية مش بس في الحياة الرياضة فاللي كان ملفت جدا أنه فريق كورة اليد كان من الناس الملهمة كده الناس كتير قوي تشجعت تخلي ولادها يلعبوا هانبول ويلعبوا كورة اليد ويبقوا نفسهم يشوفوهم زي الشباب اللي زي الورد بصوا عليهم وتابعوهم وشوفوا أخلاقهم حتى في الملعب لأ مستوى تاني من الاحتراف والاحترام كل التوفيق لهم يعني اليومين اللي فاتوا قبل ما أقول الموضوع اللي جاي اليومين اللي فاتوا برضو كان في حاجة محبطة قوي لأنه تداول يعني حصل تداول كده لأخبار أنه قد إيه فيه بمجموعة من السائحين كانوا بتكلموا عن خبرة في التعامل في القاهرة واللي ما شيفش وارع القاهرة قد إيه ما كانتش مريحة ودي بالمناسبة حقيقة صادمة ومؤسفة ومزعجة لكن لازم نتكلم عنها ولازم نناقشها ولازم نعرف أنها موجودة أنه طبعا السائح فيه تحديات كبيرة جدا لسه قصدنا عشان السائح يعيش تجربة سياحية متكاملة سمعت كتير جدا وزير السياحة دكتور خالد العيني بيتكلم عن دي عن الموضوع ده عن فكرة تجربة السائح المصار بتاع القاهرة تجديد القاهرة كله في الذهن أو في ذهن الدولة أنه تبقى تجربة السائح في القاهرة مريحة أنه ما يحتاجش يمشي في شوارع زحمة ويركب مواصلات زحمة أنه يقدر يمشي على رجليه في الشوارع التجربة دي في حد داتها مشوار طويل إحنا محتاجين نتحرك فيه ومحتاجين حسم حقيقي محتاجين يختفي منظر أي اعتداء على حرية السائح في إنواء تجول أو عرض البضاع عليه بشكل سافر أو طبعا نهيك عن معاكسة أو تحرش دي حاجة يعني مش مقبولة لكن إحنا عارفين أن إحنا لسه بنحاربها بنحاربها قولا واحدا يعني لو ما تكلمناش عنها وما حاربناش يبقى إحنا لسه بعيد قوي 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 لكن رغم أن عندنا التحدي ده نهاردة فيه خبر مفرح قوي مش بس لأنه مجالة التايمز الأمريكية بتكلمت عن مدينة القاهرة تحديدا نفس المدينة اللي كان فيه خبرات بتتداول عنها لكن كمان لأنه بيقولنا أنه إحنا ماشينا على الطريق لأنه كل اللي بيحصل في القاهرة وتحديدا المتحف المصري الكبير بيحطنا في مكان تاني أو خلينا نقول يعني في مكان المستحق مجالة التايمز اختارت القاهرة أفضل وجهة سياحية لعام 2020 التصنيف ده تصنيف سنوي وهي اختارت القاهرة ضمن أفضل مئة وجهة استثنائية في العالم لسنة 2021 طبعا التصنيف شمال عد مدن كتير معروفة جدا أنها مدن سياحية عريقة زي أثينا وبرلين في ألمانيا كان في فرنسا لاس فيجس في أمريكا مدريد في أسبانيا ودول غيرها كتير بالمناسبة الدول دي كلنا عارفين أنه ما فيهاش نص اللي في مصر لا ما فيهاش نص ربع اللي في القاهرة القاهرة بحسب التصنيف وكمان جميل عجبني أنه هما كتبين عدد المميوات اللي ممكن تشوفها في القاهرة ليه إحنا رشحنا القاهرة؟ عشان المتحف المصري الكبير بالمناسبة المتحف المصري الكبير اختصاره كده في المجلة جيم أو الجوهرة بس هما طبعا يقصدوا جراند ايجيبشن نيوزيوم فكرة الافتتاح المنتدر محاطة القاهرة في مكانة أخرى تخيلوا أنه كمان من ضمن الأسباب لاختيار القاهرة ممشى أهل مصر ممشى أهل مصر لسه لم يتم افتتاحه آه إحنا كل شغل بنعمله بيتحط فيه رصيد مصر في العالم مش بس عندنا كمان إحنا كمصريين بنستمتع ببلدنا اتكلم التصنيف عن فنادق الضيافة رفعة المستوى وقد إيه فيه اختيارات متعددة للضيافة وقد إيه أنه الفنادق هنا متميزة الاختيار بيحصل داينة بناء على ترشيحات والترشيحات بتحصل كل سنة مين اللي بيعملها مين اللي بيديهم المعلومات دي أنا بالمناسبة استغربت فعلا لأنه ممشى أهل مصر بيتكتب عنه وهو قبل افتتاحه مراسلي المجلة من كل أنحاء العالم بيبتدوا يكتبوا عن المدينة ويركزوا على تجارب جديدة ومثيرة في كل واحدة من المدن أو الوجهات دي تالت سنة دي برضو لمعلوماتنا يعني دي تالت سنة المجلة بتعمل فيها قائمة أفضل أماكن في العالم وعملتها كتكريم للقائمين على صناعة السياحة والصفر في كل بلاد العالم وتحديدا لأنه في ظروف استثنائية في العالم بقالنا سنوات القدرة على التكيف القدرة على البناء رغم الظروف الصعبة وظروف فيروس كورونا وكمان عندهم معيار مهم جدا هو أنه يقولك فين في إبداع فين في محاولات لترويج وده الحقيقة احنا مش محتاجين قوي نفتكره في مصر لكن محتاجين كمان نتأكد من تفاصيله خلينا نسأل أستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة لشؤون المنشآت الفندقية أهلا بحضرتك أهلا بك أستاذ عبد الفتاح يعني يمكن التصنيف ده يخلينا مباشرة نسأل إيه أكتر حاجة حضرتك شفت أنها خدمت القاهرة في هذا التصنيف هل المنشآت الفندقية ولا المتحف المصري وإيه بالضبط الجديد اللي خلانا السنادي في أفضل ميت وجهة سياحية وحضرتك أنا تفضلت مشكورة في أنك ذكرت حاجات كتير جدا جدا من الأسباب اللي هو كان الأسباب رأسية في افتيار القاهرة حريف سردتها بطريقة شريفة جدا والناس تعرفها مشاريع كبيرة جدا اتعاملت الفترة اللي فاتت وزارة السياحة والأثار طبعا من دمامة لوزارتين اللي اتنين بيتخدموا على بعض إحنا شوفنا طبعا فتح مضحف الحضارة والحفل القسطوني اللي كل العالم تكلم عليه حضرك ما مشى أهل مصر تحريك بتتكلم عليه الآن ما يكملش فعلا لكن حاجة مشغيفة جدا على أهل مستوى طبعا أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال من زاوية تانية هو إحنا إزاي ما كناش في قائمة ميت وجهة سياحية هل ما كن يعني إزاي القاهرة مش في أفضل وجهات أنا بعرف أنه طول الوقت بتبقى المدن استحلية مصر هي الأكثر حظا بس ليه القاهرة دايما إحنا بنفرح أوي بالمناسبة لما بتاخد هذا التصنيف لأنه دايما مظلوم طبعا حضرك برضو ذكرتي هذا الكلام أنا حضرك قلت إن كان فيه تحديات كبيرة في القاهرة في الفترة الماضية صعبة جدا يعني إحنا عندنا النهاردة شايتين التطور والنهاردة اللي حصلها في النصد عموما وبالذات في القاهرة وحركة المرور تحسن حركة المرور الفنادق اللي عندنا اللي مستوى تحسن جدا في الفترة الأخيرة استغلنا الفترة فترة توقف الحركة وبدأت التطور نفسها وتعمل تجديدات افتتاح مع أماكن فنادق كبيرة لشركات عالمية كبيرة جدا على مستوى العالم التصنيف ده مؤثر مشاكل لحد ما اللي كانت موجودة في القاهرة بدأت تختفي ونتمنى ان احنا نمشي في هذا الطريق لحد ما تختفي نهائيا نتمنى ذلك لحد ما مشاكلنا احنا الشخصية تختفي بقى احنا لست عندنا مشاكل إنسانية لازم تخلص يعني لكن عايزة ألحد بسرعة جدا هل ده بيأثر فعلا على حركة السياحة يعني هل تصنيف ده يعني ذو ثقل ممكن يأثر على حجزات أكتر زي ما شفنا مثلا بعد موكب المميوات طبعا أكيد أكيد ده حافظ قوي جدا لكل الدول المصدرة للسياحة في العالم إنه هو يتوجه لوجهة تم إشارة إليها من خلال مجال العالمية بإن ده بيديت مقنع للدول دي أو للمصدرين للسياحة اللي سيستعمل في هذا المجال إنه هو يكون عنده سقر في المكان اللي هو يدي فيه السياح والقاهرة برضو زي محرج برضو زي كارتي يعني عامرة بالمظارات كبيرة جدا في مصر عندنا أنواع كتيرة السياحة الثقافية والأسارية عندنا الحرم وعندنا السفينكس وعندنا أماكن كتيرة جدا في القاهرة السياح بيتمتع بيها بالإضافة إلى أن النهاردة وجه القاهرة تغير كلنا ملاحظين أنه فيه تغيير كبير جدا في القاهرة في جميع المحافظ يعني حتى لسه كنا سمعين دلوقتي سيادة الرئيس بدي توجيات تطوير الأماكن القديمة زي الحسين والسيدة والسيدة الزينة كل الأماكن دي السياح بيروح ويعط فيها فكل إنه هو يلاقي مستوراتي ده حاجة كويسة جدا أنا مشكلة حدك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة لشؤون المنشآت الفندقية كل الشكر لحضرتك إحنا بنحتفي بأي إنجاز يحسب لمصر لكن بنتفنش رأسنا في الرمل وبنقولش الله ده إحنا ما حصلناش لا إحنا بصراحة ما حصلناش يا مصر إحنا عندنا ميراث ما حصلش في العالم كله وأي حد فينا بيروح أي بلد في الدنيا بيقول ده ولا يجي ربع اللي عندنا في بلدنا لكن التحديات لأ لسه كبير تحدي الشارع ده مسؤولية وزارة السياحة والأثار وزارة الداخلية وزارة الثقافة بالمناسبة لأنه ثقافة الناس دي لازم تتغير الإعلام كلنا اللي بيحصل في الشارع من معاملة السائح سؤال كبير أعتقد أو أتمنى أنه يبقى عندنا الوقت وعندنا الجرأة إن إحنا ننقشه بعد الفاصل نكمل مع حضرتكم التاسع مرة تانية مساء الخير على حضرتكم إحنا في رابع أيام العيد نتالي رابع أيام العيد سحينا على خبر زيادة الأسعار بتاعت أو رفع الدعم مرة جديدة ومرحلة جديدة من مراحل رفع الدعم طبعاً ما حدش بيحب زيادة الأسعار ولا هي حاجة لطيف ولا إحنا هننبسط بيها الخامس أيام العيد ده هم يفكروا إنها في خامس أيام العيد لكن على كل حال كان لازم يبقى يوم خميس يعني وكان يعني بعد مقدمة إحنا عارفين أنه ده هيحصل لكن لما بيحصل بنتدايق بصراحة ربع جنيه للزيادة هو مش رقم طبعاً في السيارات المالكي لكن المشكلته طول الوقت إنه بيبقى رقم في النقل وفي سيارات الأجرة والنقل الجماعي طيب حد يجي يقول لي إحنا أنتوا بتقولوا كلام مثالي وإنه ما حد طبعاً طالع التصريحات قالت لا زيادة في أجرة النقل الجماعي والسيرفيس وده أكيد ده وزارة التنمية المحلية نفسها اللي قالت كده لكن إنتوا بتقولوا كلام لكن إحنا على الأرض إنتوا سايبيننا لسوئين المايكروباس وسوئين السيرفيس وهم طبعاً هيزودوا الأجرة بصراحة عندهم حق وإذا كان في حاجة نقصانة فإحنا نقصنا حماية الصغير مش صغير سنن يعني ولا مقاماً طبعاً لكن حماية الحلقة الأضعف دايماً في أي منظومة هي مسؤولية الدولة بالمناسبة وتنقصنا بشكل كبير في مستويات كتير لأنه أحياناً بيترك المواطن كده لهو حظه طلع مع سواء لطيف وابن حلال وعارف إن السولار مغليش ولا قرش فما غلاش الأجرة حظه حلو طلع مع سواء يعني الله يسامحه وهو قرر إنه يطلع له في النقلة الواحدة برقم لطيف يبقى برضو هو حظه فيك دور علينا ودور على الناس أكيد لكن خلونا نسأل صح بالشأن بقى نسأل دكتور خالد قسم المتحدد باسم وزارة التنمية المحلية ونشوف وزارة المحلية ممكن تساعدنا في الموضوع ده مساء الخير أولا أهلاً وساء الخير على حضرتك فندم وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها أنا عارفة وزارة التنمية المحلية وراها إيه؟ قادرة تخيل وقادرة تخيل حجم الالتزامات اللي عندوكو وحجم التحديات السؤالي بس المنطقي والبسيط لما الوزارة قالت لنا إنه ما فيش زيادة في الأسعار إزاي الوزارة بتتأكد إنه ما فيش زيادة في الأسعار؟ يعني خلينا أقول لحضرتك منذ صباح أمس الجمعة وعقب الإعلان عن البيادة اللي هي طبعاً 25 أرش بالنسبة للمنتجات البترولية أما فيما تعلق بأسعار السولار لم يتم المساز بيها مع الوزير اللي هو محمود شعرا وزير التنمية المحلية تواصل مع السادة المحافظين وكان هناك تأكيد على تكسيف حملات متابعة المواقف والتأكد من الكسام السادة السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة والتأكيد على هذا بالتنصيق مع مدريات الأمن والإدارات العامة للمرور سواء على مستوى المواقف أو السرفيس كذلك الأمر الساحات والتعامل بكل الحزم والحزم مع أي مخالفات وده اللي رصدته الوزارة من خلال غرفة عمليات وزارة تنمية المحلية مع غرف الأزمات والعمليات في المحافظات المصرية بالفعل أمس واليوم السادة المحافظين والسادة السكرتير عموم والرؤساء المراكز والمدن والأحياء تم المرور والتأكد من عدم الإدرار بالمواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعليه لم يصلنا حتى الآن شكوى بتقول أن حد غلى أو حد حاول أن يقسم خطوط السير علشان إلى رحلتين أو ثلاث رحلات مثلا وبالتالي يأخذ الأجرى مرتين أو ثلاث مرات مثلا ده ما حصلش وعلشان كده مع الوزير أكد في التواصل مع غرفة العمليات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف الأزمات والعمليات للتأكد من ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات حلوة طيب أنا هسأل حدك سؤال يبعت لنا على مبادرة صوتك مسموع على رقم الواتس أب 0-11-30-60-67-83 أو على الخط الساخن 15-330 أو على صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع يبعت لوزارة التنمية المحلي بالضبط يا فانو وسوف يتم التدخل مباشرة من خلال أن احنا في غرفة عمليات صوتك مسموع ربطين مع 27 غرفة عمليات لصوتك مسموع على مستوى المحافظات يرقص كل غرفة عمليات في كل محافظة السيد السكتير العام للمحافظة وبالتالي التدخل بيكون كريم طيب طيب أفهم بس بالروح أنا دلوقتي بعت أولا لم يصلنا شكوى في حد داتها دي دعوة لأن احنا كمان ما نكونش سلبين عشان أنا عارفة أن احنا نعرف نشتكي قوي نكتب على الفيسبوك لكن أنا نفسي حد فينا يشتكي يوقف منظومة الاستغلال ويشتكي بس أولا حقيقة احنا ما بنشتكيش لأننا طول الوقت عندنا شك في الاستجابة لو أنا بعدت على الواتساب هيحصل إيه؟ يعني أتوقع إيه كموات يعني لو حضرتك بعدت يبنى دلوقتي على الواتساب هيوصل للزملاء كل واحد فيهم من الزملاء معال تابلت بتاعه أيوة وبالتالي بيتم حضرتك بتقولي أنا في المحافظة تين أيوة في الموقف الفلاني الطيارة الفلانية وحضرتكم تمصورها رقم السيارة وبعدتنا اسم حضرتك والرقم القامل بتاع حضرتك بيتم التدخل مباشرة بيتبعت لغرفة عمليات صوتك مسموع في المحافظة المختصة اللي حضرتك بعتتي باسمها المحافظة بيتم التدخل وبتبعت لنا النتيجة وإحنا بنبعث لحضرتك النتيجة إنه تم التعامل بالمناسبة الخدمات بتاعة الغرفة العمليات في معظم الأوقات بتبقى كويسة لكن لو بيزيد عليها الضغط يعني بيتعبوا أو بيتأخروا علينا التاني هقول محددك الأرقام وصحح لي لو كان الرقم غلط الواتس أب 011-50-60-678-3 والخط الساخن 1-5-330 دي طرق التواصل وصفة الفيسبوك وصفة الفيسبوك سؤال الأخير وزارة التنمية المحلية عندها الضبطية القضائية؟ يعني تقدر وزارة التنمية المحلية أو موظف التنمية المحلية يقدر أنه ينفذ إجراء مع السائق المخالف؟ طبعا يا فندم لأنه بعض الزملاء عندنا لإستاذ كتير عموم مساعدين رؤية أحياء وبعض من الزملاء الآخرين لديهم بأسماءهم وصفتهم دبطية قضائية وكذلك لدينا قطاع التفتيش والمتابعة في الوزارة هذا القطاع هو قطاع رقابي والزملاء فيه لديهم الدبطية القضائية كلهم بإسمه وبصفته وبالتالي يتم التعامل وكذلك الأمر التوجيهات مع الوزير كانت كمان التنسيق مع مدريات الأمن والإدارات العامة للمرور وبالتالي بتنزل فرق العمل المجتمع مع بعض بحيث أنه يتخذ الإجراء في شينه بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد آسم متحدث باسم وزارة التنمية المحلية اللي النهاردة بيأكد لنا معلومتين المعلومة الأولى الوزارة بتقول أنه لا زيادة في أسعار النقل والسيرفيس وبسبب أو ده سبب أو نتيجة لعدم زيادة السولار السولار مزدش هو الحاجة الوحيدة اللي مزدتش عشان الموقف ده عشان ما نبقاش فيه زيادة في أسعار النقل أبداً أو المواصلات للناس الدور الثاني أنه لازم وزارة التنمية المحلية تتابع أنه ده حصل للوزارة النهاردة بتقول لنا أنه عندنا كل الآليات لمتابعة أنه محدش يخترق هذا دي الحاجة صغيرة قوي والحاجة الصغيرة دي يعني أنا شخصياً في حياتي فرقت معايا جداً أنه أنا أعتقد أنه بمثل ستات كتير في مصر أنت في أي موقف هتلاقي فيه عدم نظام أو ظلم أو مثلاً طبور حد بيعدي الطبور أو هتلاقي مثلاً سواء غلى الأجرة هتلاقي يعني مع كل الاحترام للزملاء في الحياة الرجالة هتلاقي الست هيا اللي بتعترض وهتلاقي هي الست اللي بتقول لا أنت ليه بتعدي من الطبور وتعدي قدامي وممكن تاخد من وقتها وتروح تشتكي مثلاً للشخص المسؤول في المكان تاخد من وقتها وتتعطل وتشتكي وتتصور فيه كده حالة من الحماس للنظام عند الستات ما عرفش لإيه سببه ويمكن لثقة للمسؤولين اللي عليهم وطبعاً نفسنا عند كل الناس دي مش ظاهرة عامة بس دي ظاهرة أنا شخصياً بشوفها على كل حال إحنا طول الوقت سهل جداً إحنا نشتكي من سوق الحال أو من الاستغلال الاستغلال ما فيش حاجة هتوقفه غير شخص أو مواطن واعي واعي لحقه يعني أنا شخصياً لو معرفش أن أنا عندي خط ساخن أو معرفش أني عندي طريقة أشتكي أو معرفش أصلاً أن وزارة التنمية المحلية هي المسؤولة عن الموضوع ده ما لحكم هدفع النص جنيزي ده وأقول حسب يلا يعني هعمل كده لكن واعي يعني عارف وبعد ما عرف بقى أعمل حاجة لأنه واعي ومش مكسل لأنه فيه واعي لطيف بيشتكي بس لكن فيه واعي مش مكسل حاسس أن أنت جزء من التغيير لما بنقول الكلام الكبير بتاع أن إحنا كلنا مسؤولين عن التغيير هذا تطبيقه الله يخليكم أنا معرفش ليه متحمسة جداً ضد أن الناس تزيد عليها لأنه فعلاً أنا عارفة أن المرتبات نصها ميزانية مواصلات فأكيد الناس مش نقصة زيادة أسعار المواصلات نقصنا بس نبقى إيجابين شوية هنروح معكم لخبر أعتقد أنه يعني هي سنة الحياة لكن هنفقد ناس مميزة طول الوقت لكن من المهمة جداً أننا نذكرهم ونذكر أعمالهم الشاعر الكبير فؤاد حجاج الشاعر كبير فؤاد حجاج واحد من الشعراء اللي اشتهر لهم عمل أو اثنين لكنه هو عنده يعني نقدر نقول مكتبة زاخرة من العطاء وثنين طويلة من العطاء في مجال الفن والأدب وأعتقد أنه خير من يتحدث عن شاعر بحجم الأسادة فؤاد حجاج دكتور متحة العدل رئيس جمعية المؤلفين والملاحنين اللي هيكون معنا حالاً بعد لحظات لكن خليلي أقول لكم أنه أكتر حاجة احنا نعرفها للراحل الشاعر فؤاد حجاج مثلاً تتر مسلسل حديث الصباح والمساء وأعمال كتير احنا لأنا عملت سرش كده فهارفنا نلاقي أعمال كتير اكتشفنا أنه ده اللي فينا ما كانش يعرفه وفاته كتير لكن على كل حال دكتور متحة العدلة ممكن يشاركنا بما هو أكثر مساء الخير دكتور متحة أعم مساء بنور زي حضرتك يعني مش قادرة أفوت فرصة أن أنا يعني أحييك على الرائعة التي قدمت يعني العمل الأخير للفنانة شريهان حاجة مميزة وحاجة مشرفة للفن بشكل عام الحمد لله مصر دائما يعني لازم هي اللي تبقى سابقة في كل حاجة الحمد لله رجعته مصر لمكانتها في عالم الفن الاستعراضي والأداء ده الحمد لله ممشكرين على كلامك الجميع احنا بنكلم حضرتك عشان كمان الناس اللي هي باسم مصر يعني بيخلت بأعمال تخلت لأصحابها برضو راحل فوقات حجاج واحد من الشعراء المتميزين جدا أعرف أنه حضرتك يعني كلمنا أو كلم اللي فاته أنه يعرف عن هذا الرجل الفنان الكبير فوقات حجاج الناس يعني أنا دايما دايما بقولي اللي بيكتب شعر كتير قوي أنا كنت حتى لسه في مكتب سسكندرية بدي محضرات عن الأبنية فبقول لهم اللي ما قراش فوقات حجاج وفوقات حداد وصلاح شئيه وغيرام التونسي وعبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب كل هؤلاء ما يكتبش أصلا لأن هؤلاء الذين حفظوا للشعر العمية قيمته وقامته ودول الناس اللي احنا التلمزنا على قديهم وبقينا شعرة وبقت الناس تبصرنا تتعلمنا منهم كتير وهذا حجاج تحديدا يتميز بشعر العمي كأنه لغة عربية فصحة الجمال والبلاغة والتخدام اللغة العمية غير المبتدلة غير المبتدلة وذات القيمة القيمة في اللبز والقيمة في المعنى اللي في الآخر بتحس ان انت قدام شعر حقيقي مصري من أول دواوين ووادي الخوف اللي أنا يعني قريته أنا ما زلت طالب في تانية سنوي وما زلت عارفه إلى أن تعاملنا معايا كشعر عظيم من فينا جاي مساء مين رايح لحظة ميلادي الفرح كان فيه حبيب رايح يا أبو الروايح يا نرجس مدجس وطر القدر فيها حكايات البشر فيها عديد العبر فيها عديد العبر في الصابح نشوف الجمال والروعة اللي راجل كاتب فيها هذا الكلام والسلاسة وعلى نفس قيمة وقامت محسن زايد وعمار ونجيد محفوظ وحديث صباح والمساء فعندما تكتمل هذه العناصر بشعر عظيم بإخطاءات حجاجة لازم في الآخر يطلع عمل بهذه القوة وبهذه العظمة فأنا بقول للجليل الجديد أرجوكه 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 اللي بيهد الشعر اللي بيكتب شعر لازم يرى العلاء الشعراء لازم يرى العلاء الشعراء ومن بأنه طبعا الراحل الكبير فأنت حجاجة أنا دكتور يعني لأنه حضرتك تكلمت كمان عن شعراء جدود إحنا حب الشعر في حد ذات وهو شعر الغنائي طبعا أو شعر اللي بيصلح للغناء هو عملة نادرة وقيمة جدا لكن هو حب الشعر وتذوق الشعر اتغير في الأجيال إحنا ما بقيناش نسمع شعر كتير أنا يعني قدر أتكلم عن نفسي حتى على الأقل أنا نفسي كنت أحب أسمع شعر وأحب أسمع شعراء نادرة ببلاقي نوافذ لده والله يبص فيه شعراء طبعا لأن مصر دائما تأتي شعراء كويسين لكن الوسائل اللي بتقدمهم هم هي اللي فيها قصور يعني الناس أصلا أنا دوري أنا ما كنت أعمل برنامج أنا كنت أقدم شعراء جديد شعر صغيرين وما جيب شعراء من الصعيد كل ده مهم جدا علشان أعرف أطلع شعر لأن مصر مليانة شعراء فيه مستقب رهيب شعر عظيم من إسكندرية إحنا عرفنا من خلال فيسبوك بحد شعراته إحنا عرفنا لا فيه شعراء كويسين بس برنامج زي حضرتك مكشاف لازم تدوري وتديني لأنه إحنا ما نقدرش نقول إنه ما فيه الشعراء البحر ما نقدرش نقول ده 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 أبدا فيه شعراء محتاجين الواق ومحتاجين النافذة اللي طوله منها على مصر لأن مصر طوله عمري بقول مصر فيها مكلسوم بس إحنا مش عارفين ندور عليه مصر فيه عبد الحليب وإحنا مش عارفين نجيبه وكذا علشان كده ده دورنا إحنا كناس كبار دورنا كناوات إعلامية دوري أنا كشاعر خلاص يعني كبر وبقى ليه دواوين إنه أنا دور على الشباب الصغير لكن مصر فيها شعراء فيها شعراء فيها شعراء وفيها مؤتربين وفيها مؤلفين وفيها ممثلين وفيها كل حاجة أنا بشكرك لأنه إحنا أنا متحمسة للقيمة اللي حضرتك كمان بتشجع بيها أجيال تانية من الشعراء كل اتحية لحضرتك في الحديث عن الراحل فؤاد حجاج في قصيدة جميلة اللي فؤاد حجاج بتقول من قلة الحكمة شربته لو جاني عالم غلبته وبتكلم عن الحكمة يعني جاني جاهل غلبني في الله شؤيتوها عن نفسي ليه تبعدني أنا لفت نظري ودكتور متحد بيتكلم عن سلاسة اللغة السليمة هو ممكن اللغة تبقى سالسة لو هي عمية جدا تبقى سهلة تبقى سالسة لكن لو هي السليمة ومظبوطة ومنضبطة وأقرب إلى أنها تكون فصحة بس هي مش فصحة طبعا بس هي مظبوطة مريحة جدا للودن ما بتجرحش الودن الراحل الكبير فؤاد حجاج أتمنى أن كل اللي بيسمع عنه النهار ده يستمتع بأعماله الكتيرة اللي احنا فعلا كنا مقصرين في أننا نعرفها وانتبعها قبل ما أطلع مع حضراتكم الفاصل في حالة جديدة لازم لازم نتكلم عنها وبما أننا في الصيف وراجعين من أجازة العيد احنا بعد أجازة العيد عملنا إيه؟ كل واحد قضى أجازة العيد بحسب اختياره وبحسب إمكانياته بحسب ما قدره كان مخطط يعني لكن رجعنا من الأجازة كل ناس التريقه على كل الناس وكل الناس كانوا بيسخروا من طريقة بقية الناس ودي ثقافة جديدة بالمناسبة لكن احنا النهاردة هنتكلم عن فكرة أعتقد أن هي الحالة الثانوية اللي تهم المصريين احنا اخترعنا بالمناسبة كلمة مصيف العالم كله بيقول اسمها أجازة لكن احنا بنقول عليها مصيف وإحنا ربطناها بالصيف تعالوا نسأل السؤال الكبير اللي احنا بقالنا أربع خمس يام بنتاريق فيه على بعض هو احنا اتغيرنا ثقافتنا في الاستمتاع بالصيف سؤال كبير أنا شخصين نفسي عرف إجابته بعد الفصل بسالخير على حضرتكم وراء تانية في قول بيعجبني جدا بيقول كده لأنه أتى فيه الوقت الذي يسخر الناس فيه من العقلاء لأنهم يقولون لهم الحق ويقولون عنهم أنهم مجانين فقط لأنهم مختلفون دلوقتي أو دلوقتي أي حد مختلف عني مش طبيعي مش لطيف والأوحش مش مفوض يكون موجود احنا النهاردة لما بنتكلم وبنناقش إيه اللي حصل للمصريين في المصيف مش بس دي بنناقش إن إحنا مختلفين لأنه طبيعة الحال وطبيعة الدنيا إنه فيه طبقات اجتماعية ممكن نبقى مختلفين في طرقنا وفي طقوسنا وفي عددنا لكن السؤال الكبير وإحنا ليه إحنا الاتنين أو الطرفين المختلفين دول نقمين قوي على بعض وهل إحنا أصلا طرفين أنا عندي أسئلة كتير أود نعرف خليني أرحب ديوفنا الأفاضل دكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع السياسي أهلا بك دكتور أهلا بك دكتور أهلا بك والأستاذة داليا عاصم الكاتبة والباحثة المتخصصة في تراث مدينة الإسكندرية وتاريخها الاجتماعي أهلا بك يا أستاذ ده إنتس يعني أكتر حد محتاجين نسمع النهاردة منك عن إسكندرية شاركي والله دايما أهلا بك يا دكتور أنا أبدأ مع دكتور بسعيد لأنني أنا عايزة أسأل حضرتك من الزاوية الاجتماعية إحنا النهاردة مش بنناقش يعني النس بتعمل إيه مش عايزين نقع في الفخدة فلو قاعت حذرون مش عايزة أبدا أبقى زي الحاجة اللي مدايقاني أنا شايفة أنه ناس بتاري ألا بعض وفيه صور منتشرة على الفيسبوك دول الحلوين ودول الوحشين دول العشوائيين ودول الشيك الحقيقة أنه أعيز أسأل حضرتك عن تركيبة الاجتماعية للمصريين هل اختلفت في ما بعد أو سنين ما بعد الثورة أو يعني في العشر سنين الأخارة هل تركيبتنا الاجتماعية اضغيرت هي اضغيرتنا الفترة طويلة جدا يعني عندي يعني ترجع أيام قبل اتين وخمسين كان فيه مصايف بس ما كانش فيه استقطاب طبقي بالدرجة ديت وما كانش فيه كمان تطلعات أو نظرات عدوانية بين الطبقات أو ده بينتقد ده والتاني بينتقد التاني ما كانوش بيشوفوا سلوك هيد بعض وكان ديما فيه نوع من الحرص ما حدش يتعدى الطبقة بتاعته يعمل اشتباكات أو يعمل حاجة في العص الحالي الوضع تغير فيه العص الانترنت كل الناس بتشوف كله بعض الخصائص الاجتماعية والثقافية والسياسية لمكونات المجتمع المصر تغيرت فبقوا كله عايز يبقى زعيم كله بيتكلم يعني أنا عندي مليون شيخ أظهر مش شيخ واحد بس عندي مليون خبير حربي ووزير دفاع يعني كله زعيم سياسي هتكز علام الفيسبوك نعم فالفيسبوك جزء من التغيير في الجغرافيا الاجتماعية بتاعتنا؟ طبعاً أولاً عندك مصرين طلعوا في السبعينات للدول العربية جابوا فلوس فبقى عنده تطلعات فابتدى المصائف التقليدية ما بقيتش تنفع لأن بقنا نشوف بعض فجأة أنا الشاطئ عيدة اللي في المنتزه مثلاً وجنبيه شواطئ تانية فقيرة تلاقي ناس أليتست بكيني وأكلات وناس مبسوطة وعربيات وجنبيه ناس غلابة وعالين والشاطئ الزحمة وكله ملزق في بعضه وحلال المحشي والبتاعات جاية فعمل فابتدين نعايزين يطلعوا مع عشان كده قالك نعمل فابتدوا يطلعوا المصائف التقليدية الأول مرة تطلعوا للسحل الشمالي أنا كنت رحل السحل الشمالي في السبعينات صحراء هو كان ممكن أحط خير خير ما في أي حتة وعقدوا عموا ودن مروح مافيش مشكلة الوقت اتمالى كمباوندات ومناطق جديدة تطلع بدل التقليدية يعني بعد بعيد عن اسكندرية ورسل برد اللي جات فترة كانت عجل يعني رأي قوي وجمسة ابتدى مثلاً البحر الأحمر وبردك ده نوع نخباوي أكتر كمان أكتر من السحل الشمالي السحل الشمالي ابتدى إيه يفتح شوية لكن البحر الأحمر ظل يحتفظ بخاصية بطبيعة الناس اللي بتحبه ودي تأسيمة ثقافية مش تأسيمة اجتماعية بس ثقافية واجتماعية وطبقية لأن الأسعار كمان مش طبعية يعني حدي بكلمي السحل الشمالي بأسعار مش طبعية يعني اللي يمكن تخليه عشيك أن أقولك طبع نروح مش عايف أبروص والله وحي اليونان واللوح بتاع بدل مدفع المبالغ دي وعايزت أقول لحضرتك أنه دي حاجة لازم ننتبه لها ونخاف منها لأنه إذا كنا بنقول أنه سياحة الداخلية بتبقى الملاذ لمصر في أوقات الأزمات في السياحة فأعتقد أنه قريباً سيهجر الناس السحل الشمالي ويفكروا في البدائل اللي بنفس السعر بالمناسبة أنتي خلي بالك الطبقات عندي إيه؟ الطبقة العليا كانت دائماً إيه إما تسافر في أوروبا في الصيف واخد بالك سويسا وأوروبا بتعمل عروض عظيمة آه وليهريسا لما جات بقى الإرهاب على الصورة على كورونا على مش عايف إيه ابتدوا يرجعوا تاني للحاجات المحلية طب هو عايز حاجة هدوء كومباوندات برضك محدش يغزو خصوصيتي ولذلك مش هتلاقي تحرش في السحل الشمالي بالدرجة اللي موجود في مناطق أخرى لثقافة هنا مشتركة اللي كله عايف إن عنده نفوذ وتأسير وممكن يعمل ودود سميحة أو مطبيعة الحال لمجتمعات المتجنسة المتشابهة ما بيحصنش فيها في قواعد وقيم مشتركة أنا موفق حديقك في كل الكلام هختلف مع نقطة بس وعدين رحل أستاذ ألقاش نقطة الوحيدة يا عامي دكتور سعيد جميل مغالباً أنت بتروح حتى فاضية بس بيقول إيه والسحر الشمالي فاضي مش زي المصايف الشعبية لا السحر الزمالي زحمة جدا لا أنا لسه راجع من وحياتك على اللي فيه زحمة جدا ومش فوق على الفروح والحفظ فأسد ده إيه ده الجد خبر الكويس يعني أي حد فينا اللي معاه فلوس والمهوش فلوس كلنا عاديين في الزحمة ومتدايقين وده يمكن نرجع نسأل حضرتك فيه هو مفهوم الأجازة هو مفروض يكون الزخم ده هو الدوشة دي ولا لأ طب أسد داليا بما أنا حراك من إسكندرية فمفيش سؤال يعني وفوقها سؤال عاملين إيه طبعا إسكندرية كالعادة هي زحمة يعني إسكندرية طبعا هي المصيف له راونك خاص له نوستالجيا خاصة كل الناس يعني عتادة أهليها يعني الجد والجد والكلام ده مرتبطين بيها عاطفيا فإحنا يعني لازم الناس بتزور إسكندرية سواقف مع بداية الموسم الصيفي اللي هو من شم نسيم بتلاقيه بداية الرحلات والناس كلها بتبدأ تتوصل للمدينة وفتبقى زحمة جدا بلاس إن هي مدينة يعني شريط يعني ساحلي ضيق هي شواطئها كانت كثيرة زمان كانت بتستوعب كم كبير دلوقتي للشواطئ تقلص ما بقاش فيه البلاجات اللي هي كانت مفتوحة يعني من أول الشاطبي لحد عندك سيدي بيش كل ده كان بلاجات مفتوحة مع توسعة الكورنيش فالبلاجات دي اختفت المنسوب البحر عالي فبالتالي ما بقاش ده يصلح للسباحة أو للتصيف دي نقطة نقطة اللي دكتور تكلم فيها بردو مسألة السوشيال ميديا ما هو السوشيال ميديا دي هي غيرت مفهوم الثقافة كله وغيرت بس ما عادة سكندرية سكندرية تغيرت؟ سكندرية لا تزال يعني شط الهوى يعني يا إزة تفيروز قيد شط الهوى وهي بحرها له طبيعة خاصة له ريحة خاصة ريحة اليوت بتاعته بختلفة ما تلاقيهاش في ساحل شمالي وليه حيور على قد الإيد والناس ينفع تروحها هي ما بقيتش على قد الإيد برضو بالمناسبة برضو لأن يعني تكلفة أن أنت تقيمي في مكان أو أن أنت تعودي وتقدري تستمتعي وعوامل الثقافة اللي هو اقتصاد الرفاهي يعني أنا عايز أروح ما سيوف بس عايز ألابس أحسن بريند وعايز أستور صورة حلوة حطها على السوشيال ميديا ما بقيتش بستمتع حاجة خاصة بي أنا لأ أنا بستمتع عشان أعمل إيه شو عشان أبهل الآخرين وأتباه قدام الناس فبدأ أن أنا بعمل لود على ميزانية الأسرة ببدأ أجهز للمصيف قبلها بكم شهر أشتري حاجات الساحل الشمالي وهاختار المكان مش عشان أنا أبصت فيه لأ عشان أوصل أعمل تاج إن أنا في المكان الفلاني دي مشكلة دي مشكلة كبيرة بس دي ثقافت الساحل مش ثقافت إسكندرية ما هي مش ثقافت إسكندرية ثقافت إسكندرية ثقافت إسكندرية الإسكندرانية نفسهم ما هم ما بيقدوش الصيف إسكندرية ده معتاد من زمان يعني ده من أيام جدتي ومن أيام مامتي كنا مروح مرسى متروح مرسى متروح الساحل كان فعلا فوضي خالص على حسب الحكايات يعني لأنه طبعا كان كمان أوريدي الساحل كان كله ألغام يعني كان منطقة العالمين الحرب العالميات التانية كانت منطقة ألغام كانش ينفع حد يقيم فيها غير البدو أهل المنطقة نهاية التمانينات بدأ الساحل الشمالي تعميره بغرض إن احنا نجيب سياحة الناس للطبقة الرقية بدل ما تسافر بره مصر وتصرف فلوسها بره فاحنا نجيبهم في الساحل الشمالي أحسن بحر طبعا ولون خطير فتبقيني يا أستاليا قابليني كده بعد سنتين فتبقيني الناس هتقرر تروح بدأ فعلا وعلى فكرة حدوك بتقولي زاهرة فعلا بدأت لأنه بعض الأصدقاء اللي بردو بدأوا يسافروا بره مصر بنفس الميزانية اللي هي بتصرف في الساحل الشمالي للأسبوع فهنا دي مشكلة تعني أن الغرض الرئيسي من إنشاء الساحل الشمالي جهاز تعمير الساحل الشمالي الغرض ده بدأ يفقد هيرجع تاني إن شاء الله بعد مدينة العالمين الجديدة هتبقى مش مدينة موسمية لكن لكن نرجع لسؤال هل بصراحة كده أنتو الإسكندرانية بتدقيين من الناس اللي جاي تصويب في الإسكندرانية وشايفين أن دول عبق على المدينة وكل عبارات التأفف اللي إحنا بنشوفها على السوشل ميديا دي حقيقية؟ دي حقيقية طبعا وموجودة من قبل السوشل ميديا طبعا لأن إنتي الإسكندرانية يعني بتعمل كده فيه شعور الواحد بيتملكوا إن إسكندرانية دي خاصة بنا إحنا وإن إحنا لنا يعني إمتياز قوي إن إنتي عايش على البحر في مكان لوحة دارة ولو تاريخ ومتأثرة بتشوفيه في كل حتى قدامك أكشلي بس المشكلة ما بقيتش في يعني دي مش حاجة خاصة يعني أي شعب أي سوري مش شعب يعني أي سكان مدينة لما بيحصل عندهم إزدحام وارتباك وحوادث ومشاكل بسبب ثقافة مختلفة فبالتالي بيبدأ يضايقهم الموضوع ده مش إن فيه نظرة فوقية لأ ده مش موجود لأن طبعا فيه ولا عايزة تقولي مثلا للمصطفين شوية اعتبارات يخلوا بالهم منها لما يجوا سنترين مش مشكلة بعد طبعا طيب إحنا هنرجع نكمل كلامنا تاني إحنا بنفكر نفسنا إحنا سؤال بالحقيقة إنه بالمناسبة يعني المصيفين دول نسبة بسيطة جدا من إجمالي عدد السكان شوفوا الزحمة دي كلها دول عدد قوي قوي من إجمالي عدد السكان وفي ناس كتير بتصيفش ميزانيتها لا تسمح أو ظروفها لا تسمح دول موجودين بالمناسبة فعشان اختزل المصريين في أنه كلهم دلوقتي في المصيف لكن هنرجع نسأل السؤال المهم لسلامتنا سلامتنا النفسية وإحنا بنروح نصيف ليه عشان نبقى ترندي وفاشنبل دايه الناس بتوعي استحل ولا عشان نعمل زحمة وقلق وتصرفات لا طليق على فكرة غير حضرية زي ما بيحصل في بعض المصيف فعدينا لسه أسئلة كبيرة كتير عن تركيبتنا النفسية والاجتماعية وإزاي ممكن عائلة تنجوا بنفسها من الهوس العام بتاع المصيف اللي بيحصل كل سنة مرة تانية احنا لسه النهاردة بنتكلم عن المصيف ايه اللي حصل للمصريين في المصيف فيه سؤال بديهي بالمناسبة شجاعة الاختلاف هي شجاعة احنا كلنا محتاجينها ومحتاجين علم الاجتماع يرد علينا دكتور سيد هل حضرتك شايف انه احنا ينقصنا يعني احنا دلوقتي بقت اللي عنده قدرة مادية لازم يروح استحل لانه عيب ما لو ما رحش استحل يعني تبقى شكلها مش لطيف وشو؟ اه فيه شجاعة للاختلاف او سؤالي تاني هو فيه اختيارات عندنا اختيارات متاحة غير السخب العام ده شو فيه ربنا مصة عندها البحو الأحمر والبحر المتوسط المفروض كان عندنا بقى شاطئ ضخمة جدا ما يبقاش فيه الزحام الرهيب اللي انت بتلاقيه وده اللي بيعمل السلوكيات وكل سكان المناطق السحلية دي بيشتكوا وقت الصيف بيتفشوا اللي بيحصل فجأة بيلاقوا هجمات من كل انحاء الجمهورية مصر العربية واحدة وطنية وطبعا ما يبقاش فيه نوع من المراعاة السلوك وان دي مدينة بتشتغل وعندها حاجاتها واحتياجاتها فانت محتاجة تنمي المناطق كتابة جدا وتبقى بأسعار متنولة مقداش يبقى بعض الأسعار بنكلم على 30 و40 مليون ما عرفش مين اللي بيشتري فيلل هتقعد اسبوعين تلاتة تستخدمها والله شهر في السنة والباقي بالأرقام دي هل دي تلاجات بيحملوا بيها أموال يعني في نسبة اعتبوا استثمار ويباعها بعدين فبقى عندنا مضاربات في الأسعار مخليها الأسعار مش طبعية يعني حتى بسأل بعض الطلبة يقولي بيشتروا في شركة ريالستيت مثلا يقولي بنشتري المتر بجنيه ونبيعه وآخر السنة بأربعة خمس سنة بجنيه فطبعا شغلا حلوة جدا وحشتروا معاكم في الآخر عنك سباكتر وهي بالمناسبة الثقافة دي مرتبطة بثقافة المكسب السهل والشهر السهل ويريد حتى كمان الأجازة عشان تريحك جسديا نفسيا كمان تبقى فرصة للعيلة كلها تجتمع فيك زمان الأجازة كل العيلة بتروح وممكن العائلات كلها يعني عيلة عمتك وعيلة خالتك وولادهم وبتاع كلنا حنوح واصل بل خلص بقى ما تفكرنيش لنأخر مصيف عائلي عندي في حياتك خلص أنا عايزة أسألو أستاذ دالي لأنه فعلا أهل اسكندرية معذورين إذا اتضايقوا أنا سؤالي مصيف شعبي دي كلمة حلوة بالمناسبة احنا دايما لما نقول حي شعبي يعني مصريين أصليين سكان البلد الأصليين لكن هل تصرفات عشوائية؟ هل حضرتك شايفة أنه المصيف الشعبية بقت في هاسمة العشوائية؟ طبعا أتفق تماما دي ثقافة ثقافة العشوائية مش بس في طبقة معينة على فكرة ما هي موجودة في طبقات مختلفة ليه؟ لأنه أولا سلوكيات إن أنا ما بحفظش على المكان اللي أنا موجود فيه الإهمال تشويه المكان ممكن بالكتابة وده بين مع الطبقة الفئيرة ومطبقة الغنية لأنه الطبقة الغنية مثلا ممكن يرسم جرافتي على مكان وهو مش من حقه أنه يرسم في المكان ده مثلا أو هيشوفه أو يعلي صوته أو يعلي صوته أو بيتستخدم سيارته فياريها للاستعراض فيبدأ ممكن يخبط طفل مثلا أو يعمل مشكلة يعني السلوك العشوائي في المصايف يخص لا يخص طبقة معينة على فكرة لأنه يعني أصلاحية في النهاية يعني التأسيم ده كان موجود من قديم الأزل يعني ده موجود من أيام حتى الملك كان فيه مصايق يعني شواطئ للطبقة الرقية ودي كانت موجودة الملك لما كان بين الحكومة في الصيف في اسكندرية كان شهر السبع وثمانية الحكومة موجودة في اسكندرية وهو موجود في أسر المنتظر فيه كل طبقات الشعب بتتصيف وفيه انسجام تام ما فيهش الجاب دي الجاب دي حصلت زي ما دكتور ذكر في الأول ثقافة الكمباون أو نسميه في علم الاجتماع المدر المسيجة مدينة مقفولة مش مدينة مقفولة بالمعنى اللي هو العصور الوسطى ان انا حوالين المدينة سور بحميها من الغزايا لا ده انا بحميها من طبقات اخرى عايز اعمل جاب بيني وبين غيري فكرة برضو فيه ثقافة اخرى غازة مصر معرفش برضو فكرة ان انا التكلف فكرة ان انا اتخلى عن يعني فيه حاجة في العالم دوقتي كله اسمها المنماليزم اعيش بأبسط الطرق وان انا روحة صايف ده اللي احنا كنا بنعمله كل جمال بيتوصف ان احنا كنا بالضبط كنا بنجهز اليوم البحر ده من الصبح ومن قبلها ومن اتفقوا وكلنا بنجهز كل حاجة مع بعض بيبقى فيه ترابط اسري دلوقتي مفيش ده يعني حتى انا كنت بقول لولادي انتو بتروحوا عايزين المكان تروحوا تشوفوا المطاعم الموجودة ايه عشان نروح المكان ده مش ان انا عشان مع اهلي او مع باباهم فانا بابدأ اجهز الحاجة البحر بتاعتي قضي يوم من الصبح مش اروح بعد الدهر اليوم يكون خلص فابدأ ان انا عشان نصهر بس على البحر لا احنا كنا بنعمل من الصباح الباكر لحد العصر ناخد بريك شوية ممكن نتغذى مع بعض وبعدين ننزل نكمل بقى يبقى ممارسة حتى كان يعني فيه ممارسات رياضية على البلاج يعني دي اجازة بمعنى انا ما عودش افكد كل الحركة وابقى كسول جدا لا انا بروح بمارس رياضة برضو سباحة كان فيه مسابقات تقوم على الشاطئ كان فيه مسابقات ملكة جمال البلاج ازاي ان احنا نخلي الجمال جميل مش ان انا اروح استعرض بس واروح عامل يعني انا دلوقتي فيه مشكلة كمان انو السيدات بتجهز نفسها بتعمل عملية تجميل عشان تروح المتصيف يعني المشكلة احنا قولنا احنا مش هتنمر يا أستاذو جاليا لا نتنمر بس فكرة انه يعني جماعة تيكت ايزي يعني احنا رايحة احنا مسعابينها على لفتنا بالضبط انا بحس ان احنا كمصريين بقينا يعني حياتنا صعبة بسبب ده ان احنا طول الوقت يعني عندنا الصيف لأ عندنا العيد لازم نبقى عاملين كذا ولازم نروح المكان الفلاني وده كله غلط لازم نشتري اللبس الفلاني بالضبط وده كله غلط لازم احنا يعني ناخد الموضوع ببساطة شوية وحنعرف نتبس كلنا ستقول طب انا ليه مش مبسوط والسحل الشمية وده في قد كده ليه؟ لانه انا بتكلف مش عايش على طبيعتي عايش عشان اتصور لأ هو الموضوع ما يبقاش كده طيب عنتي سؤال عن التعميم تاني هرجع عيد السؤال يعني الاختلاف انا بعتقد انه بما اننا كلنا ادركنا المشكلة اكيد في ناس هتدور على حل ازاي الواحد ممكن يختلف رغم ان الثقافة السيدة كلنا متفقين انها مش مريحة لا ثقافة العشوائية مريحة ولا ثقافة الرفاهية الزيادة جدا مريحة ازاي الواحد ممكن يختلف لازم بيبقى فيه انضباط يعني لازم فيه طبعا انت كل صيف هتلاقي نفس القضايا نعوم بالبوكيني ولا بالبيكيني مش عايف نعمل حفلة ولا ما نعملش ولو حضرتك ده نتاج طبيعي للطباقات اختلافات وكله بيعتقد انه هو الصح والتانيين غلط فطبعا ما بقاش يتعايش لكن يمكن تدريجيا ده ما بكلم ان الديموقعاتية عملية تعليمية تدريجية تدريبية تاريخية ما هياش فجأة فبداية القبول الاخر اجتماعيا هي بداية التعايش وبداية الديموقعاتية انك انت اقداري تعملي لما يبقى الشعب يتقبل ما تشوف يسلوجات المصير في الصيف بيصحوا متأخر جدا يمكن يفتروا الصعار بعض الضهر واختبالك الشاطئ مثلا فاضية شوية وبعدين يسهروا بالليل وطبعا الضوضاء والضجة مش ممكن ودي كل الطبقات يعني في بعض الطبقات ملتزمين وفي بعض القرى عندها يعني قواعد صارمة وفي بقى اقولك انا حاعدت خانق مع كل او دا لي واصل او دي بتاع فمش هدخل في الوجع دماء فبقى في دورة كل ما يجي مصيف حتة تلاقي يا مزيك يا خبط يا مشعب يا كلاكس العربية يا نا يعني محتاج هدوء الناس تعرف يعني انت بتعملي اجازة عشان تهبي من ضوضاء القاهرة والمدن والزيت اللي فيها 24 ساعة لكن انت مش بتنقلي الضوضاء ديت الى الماكن الجديدة ديت اللي المفروض بتهدي عصابك فطبعا دا محتاج انه يعاد النظر فيه يعني الاختلاف ممكن وينفع الواحد يقرر يبقى مختلف وتدريجي وبتشوف في السوشال ميديا الخنائقات يكلم مرسا مطروح مش عافي الاكل فيها وحش بنهرب منكو في الصيف من اللي اتعملوا فينا يعني اعمل منكو المشكلة القادمة الزحف بدأ يعني ناحية المعمورة تدريجي كان البلاجات من بحري لحد مثلا كيلوباترا جليم من بعدها بدأ الزحف التدريجي لحد المعمورة بقت كنباوند ومقفول علشان خصوصية البعض ومنهم الفنانين طبعا مشهورين جدا كان محمود ياسين شهيرة فريد شوقي طبعا سعاد حسن كان الناس ممكن تروح البحرة عشان نشوف الفنانين دول وكان فيه خصوصية لما بدأ الزحف شديد بقت رحلاته اليوم الواحد برضو تروح للمعمورة ويبدأ هجوم وصوله كيات خطئة من البعض فبدأ الزحف يوصل الناحية الثانية غرب المدينة العجمي الهنوفيل وبدأنا مرايا كتأول قرية وبعد كده مربلة وهكذا بدأ الناس كانت مهتمة بالهدوء ثقافة الهدوء لكن مع الراكية أنه إحنا عايزين كمان نبقى نفس نحس بنفس الإحساس ده نقول التميز فالمشكلة دلوقتي أنه ساحل شمالي امتد يعني خلاص وصلنا للمرصة متروح تقريبا مهم ما بقاش فوضلش واطئ عامة مفتوحة للناس نوصل للمغرب وي مش عارفة يعني دي مشكلة عندي سؤال أخير بما أنه عصلا فيه طبقة كده عمالة تتهرس بنا بما أنه فيه مصايف للناس المقتدرين ماديا جدا ومصايف الشعبية للأسف بتسلل لها عشوائية كتيرة فيه طبقة مش هتعرف تصيف في دول ولا دول الدول بيروحوا فين وده محتاجة منه محتاجة سؤال وإجابة من حضراتكم يعني من دكتور سعيد ومن أستاذ داليا أنه طبقة الوسطة تروح فين فيه كوبة ستة كتوبة طبقة دي كورسي ويجيب لك حققها بتعدي حمص الشام لا حقيقة دكتور هو حقيقة لا لا هو حقيقة فيه شواطئ بلاجات عامة بس المشكلة أنها لا تحظى بخدمات قدمية للناس يعني ممكن شواطئي بموجود بس أجرة خلط مفروش مكان لتغيير الملابس مفروش ميا لو حد مع أطفال وبرضو شواطئ العام ده مش هيصلح لطبقة متوسطة فيه كسين بتاع فنهب هيصلح لمدرس وحاسب ورحلة اليوم الواحد يعني كمان تغير شكل المصي فلوها الأجهزة الطويلة دي بقت على قدم الضغط العمل الوقت يمكن ستيف المياه من الشعب المصي بيشتر أكثر من شغلانة عشان مرتبك قليل فالمبلغ اللي بتخديه يديكي فرصة ومتقريش طبعا أنك تخدي أجهزات طويلة يعني الأجهزات القديمة أنك قعد شهر كامل دي مرة واحدة والعيلة وكلها صعب أنت حتى لو أنت فاضية جوزك مش فاضي الولاد مش فاضين ده مش فاضين العيلة مش فاضية فممكن تلاقي متقطع فالطبعة المتوسطة يأما أنها تروح بعض الفنادق في القاهرة اللي فيها بسين أو بعض النوادي أو بتروح رحلة اليوم في أي حتة أو حس كنت دي أخذ لغدسين ودني راكع إحنا يعني هيفضل السؤال الكبير أنه إمتى نشوف في مصر زي ما هو موجود في أهم مصايف العالم شاطئ عام مساعة الجميع بعد كم سنة أنت ما هو لي بقى خطة أعمالي أنت عندك البحر الأحمر وعندك البحر المتوسط لا أنا بسأل علم الاجتماع مش بسأل الإمكانيين والله بقيت زحمة كده في سكنديرا موظفة بتروح لأن العدد الضخم رهيب الهجرة من الهجرة كسافة سكنها عالية جدا أعمل إيه؟ فأنتي محتاجة أن يبقى فيه تخطيط لمصايف والشراطئ الأخرى سواء البحر الأحمر توسعيه أكتر طبعاً للناس الأرنية زي ما هم ماشي مفيش مشكلة اعملي برضاك شراطئ تانية بحيث أن اللي في السعيد بدل ما يجي من أسيوت يروح البحر الأخير يروح البحر ألاحب مجنبي أعراب له أحنا وقتنا خلص بس أستاذة داليا لازم تقولي عايزة أي من السائح اللي رايح اسكندرية يعني أو السائح مش قادرة أسميه السائح مش شات اسكندرية هو طبعاً أنا أنا أولاً بشجعهم يستمتعوا باسكندرية صدقيني اسكندرانية طيبة صدقيني يعني هو فعلاً أنا هقولك يعني مهما تروحي أي شاط فعلاً شاط اسكندرية هو حال نمبر ون بالنسبة لي يعني الفكرة أنه يحافظ على المكان ويحافظ على أهل المدينة يعني حيناً بيحصل تنمر ما بين المصطفين وبعدهم هذه المشكلة وبين أهل المدينة فدي برضو حتة السلوكيات دي محتاجة مننا شوية شغل طبعاً علماء الإجتماع والبحثين يعني دي مهمتنا الحقيقة تشكرك أستاذة داليا عسم مكاتبة والبحثة المتخصصة في توراث مدينة الإسكندرية نورتنا شكراً جداً وشرفتنا ويا رب إسكندرية تفضل دايماً عامرة بأهلها يا رب إن شاء الله وتفضل مفتوحة للكل لأن أنتم نقول إسكندرية نفرح كده طبعاً واشكر دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع نورتنا وعلى رغم من كل شيء هيفضل عندنا أسئلة مش متجاوبة علم الاجتماع لازم يجاوب لنا عليها شكراً يا دكتور هيفضل السؤال مفتوح إذا كنت تريد السعادة فمتهيق لي إنه سكة السعادة غير سكة اللي كل الناس بتعمله والعايز يبقى مبسوط ومرتاح وياخد أجازة لازم يختار حاجة بعيدة عن الجنون العام اللي حاصل في أجازتنا كمصريين اللي لازم نرجع بعيداً بقى من كل التعب والدوشة دي بعد الفاصل نتكلم عن حاجة حلوة قوي 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 بكل المقاييس مش بس إن فيلم مصري ياخد جائزة عالمية في أهم مهرجانات العالم لكن كمان بطلة مصرية من قلب سعيد مصر بقت بطلة لفيلم عالمي هتكون دفتنا تقليل كتير عرفوا نتكلم عن فيلم ريش اللي حاصد جوايز فيه مهرجان كان جائزة النقاد ودفتنا في الفقرة اللي جاية دنيانا نصار بطلة الفيلم وأيضاً يوستينا سامير اللي كانت مشرفة على تدريب الفريق وكانت وراء فرقة بانوراما اللي دربت كل أبطال الفيلم وبالتأكيد كلنا عندنا أسئلة زي الفيلم ده وصل لكان بعد الفصل لما أعمل فلوس هجيلكوا بلاك بيضاً فاحاً من سباحاً كريم وتربز بليار بطمين تربز بليار بطمين أه يعني تربز بليار بطمين تربز بليار بطمين تربز بليار بطمين كبيرة كبيرة تربزة كبيرة خضرة كده علىها كور كتير كده ومضرة مساء الخير عليكم مرة تانية بكل المقاييس حاجة غريبة غريبة بس حلوة ومش كل الحاجات الغريبة وحشة بس في حاجات غريبة حلوة فكرة الفيلم غريبة الفريق اللي وارى الفيلم وإيمانه بالفن طالع من قلب السعيد اللي احنا طول وقت نقول انه فيه ثقافة وحضارة آلاف سنين آه غريبة علينا ان احنا نصدق انه في قلب السعيد فيه ناس أشطر عشرات المرات من الناس اللي بتتدرب وبتاخد ورش في أماكن كثير آه طبعاً غريبة لكن حلوة دميانة بطلة الفيلم اللي كل انفعالتها وهدوءها ومواقفها وأداءها يقولك انك قدام فنانة محترفة في الأداء غريبة بالسحلوة كل الحاجات في الفيلم فوز فيلم ريش الفيلم المصري بجائزة النقاط في مهرجان كان حاجة حلوة جداً جداً تستحق الاحتفال كل التحية لمخرج الفيلم عمر الزهيري اللي باش موجود معنا النهاردة للأسف لكن معنا البطلة وكمان البطلة دميانة نصار أهلاً بك أهلاً بحضرتك إزايك منورة دميانة ده نور الطبع ومعنا يوستينا سامير مؤسسة فرقة بانوراما اللي دربت الأبطال الفيلم وأصلاً الفرقة نفسها في حد ذاتها اختراعه إزايك يا يوستينا إزايك أهلاً بك يوستينا الأول احكيلي أنتو فرقتكو اسماء المفروض أنها من 2014 مش كده؟ 2014 يعني عشان يعني ده درس كبير لنا اللي احنا مش فاهمين حاجة ومش عارفين أن السعيد في مواهب كبيرة كده احكيلي عن الفرقة وحكيلي أنتو بتشتغلوا في ايه وعملتوا ايه قبل كده؟ هو احنا برضو كان عندنا مشاكل في القرية أو يعني حاجات خاصة بالبنات أكتر في القرية البرش في القرية البرش اه بالمينية اه وعندنا يعني فيه بنات كتير موهوبة هو في المسرح احنا بنحب المسرح ومنوحنا صغيرين اه ففكرنا إزاي نوصل لكل الناس دي وإزاي البنات تعبر عن رأيها وأن الناس تسمح جربنا مثلا تقريبا سنتين أن احنا نعمل فقاعات وأن ندعي ناس والكلام ده كله حاسنا أنه مش ده اللي احنا عايزين فيه حاجة أكوى احنا عايزين هنوصل للناس مباشرة ففكرنا في فكرة نسرح الشارع دي وكان عرض كنا أول عرض عرضين وكان سمحكمة القرية ده كان عرض هو اللي كان صادم هو اللي شوفنا فيه بلاوي بجات انتقاد يعني ناس انتقادات كتيرة وهو العرض أصلا كان جريء إن هو بيحاكم القرية يعني البنت بتحاكم القرية مش القرية لاتحكمة هي وصلت لعنف وصلت لزواج مبكر وصلت لأختان لتحرج فالموضوع كان صادم عالكم حلوة اه فالعرض ده يعتبر خدنا انتقادات كتيرة وكنا خراصة لهو يعني كان موضوع صعب صحيح فاني انت بتقوليه يوستينا ده هو تعريف الثقافة هو انتو كده بتعمله ثقافة صح؟ ما احنا بسي لو احنا كنا حابين كده يعني احنا كنا حابين احنا عارفين إن الموضوع هو يكون فيه مشاكل كتيرة ولازم نتحديها ولازم يكون فيه إصرار ان احنا بنحلم بحاجة المينة اللي بيقولوا انها فيها تطرف وفيها أفكار كتير صعبة انتو بتمثل فرقة فيها ستات اه ستات وبنات واحنا أساسنا أصلا أساس الفرجة بنات يعني احنا كتفكرتنا ان ده مكان البنات هي اللي تعبر فيها عن رأيها وعن مشاكلها وعن يعني عن الحاجات اللي هي عايزة تقولها من جواها من غير أي خوف وغير ما أي حد يتكلمها أصلا أنك تؤمنوا بدا وتعملوا وتقوموا أنا قادرة أتخيل كمية التحديات طب أسأل أم ماريو أم ماريو أنت دلوقتي متجوزة ومخلف مين كان بيوافق يسيبك تروحي التدريبات وتعودي تعملي مسرحيات جزء كان مشجعك لا أولا ما عملتش مسرحيات بنتي مع الأستاذي يستينة زي ما جايت لك على برنامو برشا بتروح معها يعني بنت كل بتروح بنت كبيرة عروسة طب بنتي مثلت إيه قبل كده لا أي حقا أنا ما دخلتش في أي تمثيل أنا أول مرة أول مرة مسل لأنا قلت أول مرة تمثلي في حاجة معروفة لكن أكيد يعني تدربت لا ولا تدربت ولا سبحانه ربنا كان واجبت معي ده إيه الموهبة الحلوة دي فعلا فعلا صح بكلمك على الحقيقة لكن بنتك بتروح تتدرب مع أستاذة يستين بجلها سبع سنين معها وما تقول لها شلاء ده حاجة حلوة يعني الإنسان الميوب عند ما هو بس عايس حدي يتكشفها له فهي حبة كده كنا سابنا براحيتها أنت من اكتشفك بقى لأستاذ عمر طبع أستاذ عمر أشكره كتير جاو يعني هو ده يعني لما جوه قاعد يدور على شخص اللي هو يقوم بالضردة فنوى ما قاعدتك صادو فسألنا على شوية حاجات كده فقال لأنت اللي هتقوم بالضردة وقال لأستاذ عمر أنا مش متعلم أقال لأ عادي ما فيش مشاكل مش بالعلام يعني فلما عد خلاص كده احنا اتفقنا قال لي ده أنت هتروح الكاهرة يا أم هايد قلت له عادي يا أستاذ عمر أروح ما فيش مشاكل ده إيه الحليم السعيد تغير يعني مش شجعوك أه شجعونا طبعا بس اللي شجعنا أكتر بالأستاذ عمر دي على حضرتك عشان اللي هو قال لي اللي أنت مثلا مش متعلمة أو مثلا فأنا حطت في دماغي عادي تلمي مش متعلمة وقال لي كده يبقى خلاص صدقت صدقت هو صدق فيك وانتي صدقت آه أنا حاليا رتحت اللي أول ما شفت صلى يعني كان نفسي أكيد هو شاطر النوعين بشي جمع المواهب الحلوة أول ما شفت ملامحي جل هي ده أنت هتعمل كذا وكذا قلت له ماشي يستزعب فجنا التفاجنعات وفيها كل من تعبيرات الحلوة وعجبني فيك إنك راسية كده يا دمياني عارفة ما تغردش برضو بسهرة يعني جميلة وحلوة بسيطة جدا طيب أعدتوا قد إيه في القاهرة وليليا يستين إحنا جاعدنا تقريبا شهرين ونصف مثلا بس ما كانتش كلها طبعا شغلة تصوير وكده كانوا بيبقى في أجهزات في النصف عشان تغيير الأماكن وبرضو كانت راحة بالنسبالنا إحنا وكده فبس هو تصوير كله كان تلاتين يوم تقريبا تلاتين يوم دا كتير يعني الفيلم طويل آآ فيلم طويل فيلم روائي طويل ساعة 13 دقائجة آآ دا انت مشاهدك كان فيها كلام كتير يا دميانة لا أوقت يعني مش جاوة هو كل الفيلم معي مش جاوة ما كانتش صعبة عليك تأخوازي لا يعادي كان يقول لي وانا كنت أخش بس بعد ساعت كنت أسأل أقول لي ياستاذ عمر أنا ماشي أكواس يقول لي أنت تمام آآ أنت تمام كده يعني لأنه يعني كان الصراحة يعني كان مبسوط جاو بي يعني أول مرة توقفه قدام الكاميرا عملت إيه بس هو كان بيسجيعني أكتر لما كان مديني الثقة آآ فأنا فأنا وسكت فق أكتر لأنا مخافش من الكاميرا كده خلاص لما هو قداني الثقة لأنا مسلا ماشي تمام يب أنا كده خلاص حلو ارتحتل يعني ارتحتل لجو يعني عارفة دميانا غير أن أنت بقى بقيت نجمة علامة ومشهورة أو حد شايف تكلمك بالحاجات الكتير دي لا 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 عارفة معجبني فيك إيه إيه أنت بتقول أنا ما تعلمتش ومتعلمتش دي مش في إيدك لكن أنت مثقفة جدا وقلت لنا كم حاجة كده صدقيني ولا أجدع وحد مصقف يقول يعني عن فكر الدعم جوزك وعن أن ما حد يؤمن بي وأنا أؤمن بي إيه الجمال دا هو ربنا عايز كده طبعا أكيد ربنا عايز كده أنا عايزة أشكر يعني المخرج المتميز عمر الزهير اللي كان نفسنا يبقى معنا هو لظروف يعني بتخص انشغال والفترة دي أكيد مش موجود لكن خلينا سأل أنت كنت متوقعين أنت كنت بتقول يقعدنا شهرين في القاهرة يعني بنعمل حاجة كبيرة دا مش هزار دا مش فيلم تعمل في يومين ثلاثة ولا في أسبوع لأ طب يبقى أنت يا يوستينا بحسك الفني كده كنت متوقعة من الموضوع هذا كبير آه وخاصة أنا عارفة عمر شاطر وكان ليه فيلم جبل كده وأول ما نزل عندنا البرشة ورين الفيلم دا وشفته أول ما شفته حسيت أنه هو مميز يعني أنه هيعمل حاجة مميزة ولما روحت طبعا ما كنتش متخيلة كمية الحاجات دي لأنه أول مرة نشارك في حاجة السينما وأول مرة نشوف الكاميرات وأول مرة نشوف موضوع كبير آه بس كان أول ما شفت الحاجات دي وشفت شغل عمر دي هو بيركز وكده حسيت رسالة اللي ورا الفيلم فلسفية بزيادة احنا طبعا ما شفناش الفيلم كله احنا شفنا التريلر بتاعه أو اللقطات بسيط يعني يعني في بساطة أكتر وفي وقعية أكتر وفي حاجة أي نعم في فانتازيا بس يعني هو بيحكي حاجات بسيطة بيحكي تحديات السيت سي كان دورك اسمك إيه في الفيلم راشا كان اسمك راشا حلوة برضو راشا عليك تنفعي راشا طب انتي انتي حسيت بها زي ما الفنانين بيقولوا حسيت ان انتي هي انتي راشا دي اللي ما تعرفش حاجة في الدنيا رغم ان انتي ست وعية ومستنيرة يعني انا حسيت يعني كنت طول مرة مسل طبعا فحسيت اللي انا كان نديلي من من زمان اللي انا مسلت قبل كده لعشان لست عمر حتى وغلط كان بيسجعني عادي عادي يعني كده كل ما هو يسجعني انا ارتاح اكتر ترتاحي اكتر ايوه وتبقى على طبيعتك وابقى على طبيعتك اكتر يعني وكان بيساعدني يعني هو اللي كان وقف معايا في كل حاجة هو اللي بيوجهني يعمل كده حاضر يعمل كده حاضر تبغششين حاجة كده من الفيلم النهاية البطلة يعني في الاخر يعني تغلبت على الظروف الصعبة دي ازاي ان هي قامت بكل الحاجات لأ لأ ليه عشتين مش لأ بس حتى انتو قلتي فكرة الاسم هو مفيش اسمها في الفيلم بدرجة الاسم اه عشان بس يبقى الدنيا مطحف مفيش ايه يعني اسم رشا ده اسم بس هو مش موجود في الفيلم بس مش عم بيجالش في الفيلم ما بيتقالش وحوار النهاية وكده احنا مش هينفع برضو مش هينفع تقولول لأ انتو عشرار اول عمال عليكم طيبين بس في مهرجان نجيونا اكيد هتشافون فيها تعرفوا كل حاجة انتو داخلين مهرجان نجيونا اول للفيلم في شهر عشر نروح مخصوص عشان اشوف او احنا لازم انت ممكن اتشمعي برضو هتتفاجأ باللي في محلمات احنا عايز انتو نقول عبتلا ولا تقولولنا اي حاجة كده خلاف عشان ما نحرجوش طبعا عشان يوبا الجمهور مستنى على لا مستنين متليش احنا من بعض كان مستنين طب انتو لما عرفتي ان الفيلم كسب في مهرجان كان كنت عارفة يعني كنت عارفة انه داخل المهرجان طبعا صح انا كنت عارفة داخل المهرجان بس ما كنتش يعرف اللي هو مهرجان كان اللي هو اهم مهرجان سبيناي في العالم انا لما عرفت الخبر يعني جي ابن من بارة صراحة جاله للساعة ثلاثة جعدت للصبح كنت مبسوط اجاو صح اتبسطت عشان مصر طبعا وعشان الشعب يوبا مبسوط وعشان يستزعوا مربا هو يستهل اللي هو فيه دواتي واكتر من كده كمان والله انا حبيته من كلامك ده انسان محترم جدا جدا الجاة المنتجة للفيلم اه ومحمد حفزي اه وفيه لا انتاج كتير يعني في فرنسي والفرج اللي كان معاه ايه هو انتاج مشترك اه انتاج مشترك حلو وده معناه انه انتاج جاد لانت يا ما قلت محمد حفزي وانتاج جاد مشترك يعني انتاج جاد احنا متوقعين احنا نشوف حاجة بالمناسبة فيه شهرجانات بتدي جواز بالحجم ده مجاملة واكيد اه اه احتفلوا بكوز ازاي طيب احتفلوا بكوز ازاي دنيا مبارح الاستاذ يا استين عملت لنا عملت لحرف لحلوان اه اطلا صغيرة في البلد الحفلة بس صغيرة كده على جد صغيرة ايه احنا عندي الحفلات كتير احنا عندي الحفلات اكيد كتير بس احنا بدأنا في حفلة في البرش كده حلوان حلوان حتى عند البرش لما اخذها في الكلمة يعني مبسوطة جاوي بتنزل لكلام حلو وكتبالي حاجات حلوة مين اهل اهل البلد اه اهل البلد صديني غيرتلي السورة ده انا شايفة ان المينيا الناس شديدة اوي لا لا ولا الحاجات دي موجودة بس انتو بتتغلبوا عليها بس في حاجات كتير موجودة اه مش كل الحاجات اللي هي وردية اه بس على اجل ايو وكده نزلي معي على الارض وفاهمين اللي بيحصل بس لا لما بيكون فيه اصرار على حاجة فانتي اكيد بتخلي اللي هو الحاجات الصعبة دي تتجلب لوردي شوية يعني حاش بيقولك ستات ايه اللي تقف على مصرح طبعا ده بيجال اكتر من كده يعني بيجال حاجات صعبة بس في الاول وفي الاخر ان لو سمعت الكلام ده يبقى مش هعمل اي حاجة اه ولا كاني وكانها يعني هضايح كل التعب اللي انا تقبته بس الفكرة ان البنات عندنا امانين ان هم يغيروا وعندهم اصرار ان هم يغيروا مهما تسمعوا كلام الناس انت عارفة الكرة اكيد اهم حاجة تسيرة وصرت الناس والكلام الناس وده يعرف ده يعني ام ماريا مثلا معرفة في البلد انا معرفة يعني كلنا عارفين بعضينا فاي حاجة حدا هيعملها هتوب جواضحة مين بيعمل ايه ومين شايف طب الناس وثقت فيكو اكتر بعد موضوع الفيلم ده طبعا اهل البلد طبعا صح وهم اتفاجأوا انت كده تحطي مسرح في قلب البلد وتوقفت تشتغل هم اتفاجأوا هم اتفاجأوا اللي هو ايه اللي بيحصل وكان فياني وانت رحتوا فياني وازاي وفي هم الحديد لقت مغضوضين بيساعدوا انت رحت عملت امتى وازاي اشماعة ده من فترة امتى يعني من الفيلم واربحتاشر والاستاذ عمر وارفين وطمانتاشر وطمانتاشر يا رب امتى الفيلم كان من شهر عشر عد حد شهر اتناشر اوه شهر عشر التصوير التصوير من عشر الاثناشر اللي فاته لأ يعني ده قريب وده في وسط ظروف بيعني كتير بتتغير عندي بقى السؤال التقليدي لازم اسأل احلامكو بس اللي جاي لانه ده بال ده اكيد شجعكو الحاجات كتير اكيد يوستينا انت فرقيتك دي عايزة تروح بيها لاخر الدنيا وبصراحة حقك يطلع لنا المواهب الحلوى انت عايزة توصالي الفهم بفرقتك او ايه الرسالة انت ممكن تكوني بتحلامي تقدميها هو انا باحلم دايما وبحشتين وحشتين دولة حاسة ان هم اللي بكافح بيوم اول انا عايزة يحصلوا اول حاجة ان تكون في كل قرية في المينيا مصرح شارع طب ممكن تواستعي الحلم شوية تخليه كل قرية في الصعيد اي اي انا كل قرية في الصعيد معلش واستعي بس الحلم شوية كل قرية في الصعيد احنا ملاوي اصلا 78 قرية فالموضوع برضو دخم بس بس طبعا ده حلم انه في كل قرية الصعيد بس المينيا عموم يعني المينيا خاصة تمام وباحلم وده الحلم التاني يكون في مدرسة فنية في البرشق تكون مجمعة كل المواهب وكل المراكز تكون هي للصبح وتكون هي شعاع النور للصعيد وكده دي احلامنا يعني دي احلام حلوة وجميلة وما يصحش تبقى تبقى مجرد احلام يعني عندنا وزارة الثقافة لازم تكون بتشجعكوا دور وزارة الثقافة معاكوا ايه لسه ما سمعوش عنكوا ولا وتواصلوا معاكوا لا هما لسه تقريبا ما سمعوش عنا ومش عارفة اكيد سمعوا اهم سمعوا دلوقت اهم سمعوا دلوقت والفترة اللي عادت بس هي الفكرة برضو احنا لما كان هدفنا الشارع فما كناش بنروح وزارة الثقافة ما كناش بنروح مصارح خاصة كان كل هدفنا ان احنا تحرك في الشارع اكتر يعني احنا زرنا تقريبا عشر كرة وعملنا عشر فرق فيها وكان برضو في الشارع ما جميل اه فانا حاسة ان احنا بنوصل لناس اكتر في الشارع اكيد بس ممكن وزارة الثقافة تديك امكانيات اكيد طبعا اكيد وده هيبى دعم اللي الفرجة هيفرج هيفرج في تاريخ الفرجة وفي حياة الفرجة وحتى في فكرة ان يد حاجك هدفها بسرعة يا دكتورة ايناس عبدالدين وان البنات محتاجين كده السعيد احنا طول الوقت بنقول انه السعيد ممكن يبقى سبب في انقاذ الهواء المصري وطول الوقت بصراحة بنقول السعيد بتخطف لانه بتخطف بافكار كتير مغلوطة وبثقافات كتير بتدخل عليه انا عارفة انه في مواهج كتير لكن في حاجة حلوة هي موجودة وجهزة واعتقد انه وزارة الثقافة تتحمس والفن بيغير صح يعني احنا كان عندنا عرض اسم الفرح عن الزوجة المبكر ده عرضنا اكتر من ثلاثين مرة في القرية ده غير بجد يعني غير في اسر بجد ده كانت تحصل موقف حاجيجية الناس بتيجي تسألنا طب هوا انا مش اجوز بنتي ليه طب لو جوزت بنتي بدر هايحصل ايه مجرد ان هي بتسأل وبهي كده في تغيير فعلا في ايه فده كان بيفرح طبعا فرحتين يا يستين خلاص تفقنا نوسع الحلم ليش يا الله اياريت انا تماني اكون في العالم كله بك طب يا دنيان انت انت احلامك ايه هتكملي في التمثيل ولا هتقولي لا خلاص يا رب العالم نا اكمل طب خلاص طلعتي موهوبة بقى صدقت يعني الاستاذ عمر صدق فيك انت مصدق دلوقتي في نفسك ايو طبعا صح نفسك تعملي ادوار ايه نفس يعني نفس الدل اللي انا اخدته بس اكد يعني هيبقى مختلف مش طبعا اللي انا هاخده على طول دوات ايه بربو عليك مش هينفع نعمل نفس الدول نعم انفعش طبعا نعم اقولك شطر 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 يعني يا رب يا دنيانا المرة الجاية كده لما تاخدوا جايزة تبقى جايزة احسن تمثيل كمان ان شاء الله ان شاء الله يا رب كل التوفيق شكرا ديكو شكرا للاستاذ عمر الزهيري احنا وهو غايب اسرته بتيجي بكل خير يا رب احب اشكر بان رما برشة طبعا اه بان رما برشة وليبنات وعمر بالزاد برضو شكرا ديكو او الجهة المنتجة لانه ليصدق في عمل زي ده غريب هيا فكرته غريبة وان عمر يروح الكرة دي اه ومواهب جديدة وناس بتمثل اول مرة دي جرأة هي الفن هو الفن اللازم يبقى فيه القدر ده من الجرأة بشكركم مرة تانية شكرا دميانا نصار بطلة فيلم ريش الحائز على جائزة النقاط في مهرجان كان ويستينا سامير مؤسس فرقة بانوراما برشة اللي بتغير ثقافة الصعيد هي هي بنفسها اه هي بنفسها فيه ناس بتعرف تغير لوحدها ما تستنى شحد شكرا دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة تصبحوا على ألف خير